السلام عليكم لدينا خطة لحل الأزمة رئيس الوزراء تدبير موارد النقد الأجنبي لاستيراد مليون تون سكر تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم اجراءات زيادة المعروض من السكر في الأسواق في اجتماع عقده اليوم بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور مختار خطاب رئيس شركة النباريات لصناعة وتكرير السكر والمهندس ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات لاحتكارية واللواء عصام البودير رئيس شركة السكر للصناعات التكاملية المصرية والدكتور أحمد أبو زيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر ودرويش عبد الفتاح رئيس شركة الدقاهلية للسكر وصلاح فتحي رئيس شركة الفيوم للسكر وعماد فريد رئيس شركة نيلي للسكر بالإضافة إلى عدد من رؤساء ومسؤولي شركات السكر ومسؤولي الجهات المعنية وفي مستهل الاجتماع أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه كانت جال الخطوات التي قامت به الحكومة بالتعاون والتنسيق الكامل مع البنك المركزي بدأ الإفراج الجمركي عن مختلف البضائع وبالتالي أصبحت السلع تتوافر في الأسواق تمهيدا لحدوث توازن في أسعارها وأشار مدبولي إلى أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة توافر السكر في الأسواق لافتا إلى أن الدولة تعمل حاليا على سد أي فجوة في هذه السلعة مؤكدا جاهزيات الحكومة جنبا إلى جنب مع البنك المركزي لتدبير موارد النقد الأجنبي المطلوبة لاستيراد مليون توني من السكر مضيفا أن الدولة اتخذت إجراءات لاستيراد وبدأت بالفعل بعض الشحنات في الوصول حتى لا تكون هناك أي فجوة في هذه السلعة لافتا إلى أن ندرة في السلع تخلق أكثر من سعر لهذه السلع وهو ما نعمل على مواجهته وأضاف رئيس الوزراء نحن نتابع الأسواق ونعرف أن هناك مشكلة في توفر السكر بأسعار مناسبة ولكن نعمل على حل تلك المشكلة ولدينا بالفعل خطة لحلها بأسرع وقت وخلال الاجتماع عرض الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية موقف منظومة تداول السكر لعام 2024 حيث تترق إلى جهود تعويض الفجوة في مقابل حجم الاستهلاك مشيرا إلى أنه تم البدأ بالفعل في إجراءات التعاقد على استيراد 300 ألف طن خام ووصل منها بعض الشحنات كما تناول الوزير تفاصيل خطة إنتاج السكر والتدفق المقترح بالأسواق مؤكدا أن خطة العمل في هذا الإطار تقوم على إيجاد توازن بين سعر المستهلك سواء تجاريا أو صناعيا وتكلفة الإنتاج من جانبه أوضح أحمد الوكيل أن لجنة السكر باتحاد الغرف التجاريات ستجتمع مع الشركات بعد غد بالتنسيق مع وزير تاموين وسيتم التواصل إلى رؤية متكاملة لتوازل أسعار السكر وإرسالها إلى رئيس الوزراء وخلال الاجتماع استمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى قراء الرؤساء شركات السكر فيما يخص معالجة التحديات التي ظهرت في الأوينة الأخيرة ومقترحات زيادة المعروض من السكر في الأسواق وتحقيق توازن الأسعار مؤكدين أنهم سيقومون من خلال الغرفة بتقديم تصور كامل بهذا الشأن وها هنا قد وصلنا إلى نهاية الفيديو أرجو أن يكون قد نال إعجابكم